شباب والصبايا اهلا وسهلا فيكن بقناة وولف جيمينج اليوم يا شباب ويا صبايا بدنا نحكي عن فعالية اربعة ضد اربعة ياللي نزلت جديد بالايفنت فبتمنى تدعموني بلايك تشاركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس تويصلكم كل شي جديد عم نزله خليكم معي واتقابوا للا اخر لكان متل ما حكينا فعالية اربعة ضد اربعة بدنا نفوت على الايفنت نقبوس على الهوت واكيد هيدي اربعة ضد اربعة هون حطينا فريق سنايبر تيم كناص وفريق اصولت رفل رشاش فانتو بتكون تنقوا فريق واحد من الاتنين كلمة لتدعمون بالمقابل اه هيدا الفريق اللي انتو رح تختاروه اه بتطلب منكن بس مرة واحدة انو تختارو الفريق يعني ما فيكن تغيرو مرة تاني الفريق يعني متل انا اه نقيت مسلا اه سنايبر تيم حاطين لي انو ما فيه شر اه ما فيه غير هيدا الاختيار وبس تنقوا فريق من هول فريقين بتلعلكم خمسة منكم في عنا كمان مهمات يومية هي تسجيل دخول نلعب اه مباراة كلاسيك مود ومباراة مع الاصدقاء بدنا نضلنا عايشين اه بقلب اه الجيم اه عشرين دقيقة بالاضافة لنقتل خمسة من الاعداء بس نعمل هيدول المشينات اليومية بيطلع لنا تمانين نقطة بهول تمانين نقطة رح يفتحونا صندوقين ومتل ما ملاحزين تحت عصورة في عندك صندوق تحته اربعين وصندوق تاني تحته اثمانين هولي ععدد النقاط وانتو حسكن شو بيطلع لكم بقلب الاسندي هيدا الفعالية بلشت معنا بتمانتعاش اتنان وبتخلص باربع وعشرين اتنان يعني هيدا الفعالية لمدة سبعة ايام ومجرد ما يربح الفريق اللي انتو منقينه ازا كنتو منقين سنيبر تيم او ازا كنتو منقين الاسولت تيم ازا ازا متل ما ملاحزين فوق في عندكن صندوق اصفر فهيدا الصندوق ازا فريقكن اللي انتو منقينه هو اه لربح تفتحوا هيدا الصندوق وبتلع لكم بقلبه هدية لهون بنكون وصلنا لنهاية المقطع بتمنى يكون عجبكن بتمنى كمان تكونوا استفدتم من شرحي ما تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد عم نزله وازا عندكن اي استفسار تركولي بالتعليقات مرسيلة لكم يا شباب مرسيلة ويعطيكم الف عافية